مش هقول لكم بقى ان انا كان عندي بواء لحمة لأ انا كنت فعلا مجاهزة الغداء وعملة لحمة وشوية رز المهم قصروا بخطري ومردوش يكلوها ويقولولي ايه بقى هنم ساعة ونسحن لقيك طلبلنا اكل من برة وفعلا في خلال الساعة دي كنت طلبلهم احلى اكل من برة طبعا زي ما انتوا شايفين كده جبت اللحمة وقصتها بالمقصة القطعة الغيرة بالحجم اللي انتوا شايفينه ده وهنجيب بقى بعد كده حوالي بصلتين يكون حجمهم وسط وهنبدأ نقطعهم لشرائح يكون سمكها رؤية وجبت كمان قطعة من الفلفل الاحمر وقطعة من الفلفل الاصفر وكمان فلفل اغضر وهبدأ قطعها لشرائح وطبعا لمش متوفر عندكم الفلفل الالوان ممكن تستخفوا بس بالفلفل الاخضر وكمان تيجيبوا طمط ميات شيلوا منها البزر وتقطعها لشرائح رفيع هنا خلاص بعد ما خلصت كل كمية الخضار هاخدها بقى في طبق وهاركنها على جنب وبعد كده هنجيب طاصة او جريلة على النار النار طبعا وسط هنحط كده مكعب من الزبدة وهنحط كمان معلقتين كبار من الزيت وهنزل بقى كده عليهم اللحمة وهديها تشويحة بس بس بسيطة مش هنأخرها كتير على النار يدبك بس كده تشويحة لحد ما لونها يتغير وبعد كده هناخدها ونخرجها على طول وفي نفس بقى الطاصة هشيل بس بواء اللحمة وهط فيها كده حوالي معلقتين كبار من الزيت وهضيف كمان عليهم مكعب من الزبدة وبعد كده هننزل عليهم بالبصل وهنا بقى هنخلي النار اقل من وسط ونبدأ كده نحط البصل ونبدأ كده نديله تقليبة لحد ما يبدأ يدبل معنا بس هنضيف كده عليه شوية بهرات فزبطنا الملح والفلفل الاسود وهنضيف كمان نص معلقة صغيرة من بهرات اللحمة نص معلقة صغيرة من بهرات المشكلة نص معلقة صغيرة من البابريكا هقلبهم بقى كويس مع بعض لحد ما يبدأ البصل يدبل معنا هنضيف بعد كده الفلفل للألوان وهديله كده تشويحة حلوة مع البصل وهضيف عليه كمان حوالي أربع معالق كبار من المية وعلى نار هادي هسيب بقى الخضار ده لحد ما يبدأ يستويه معي يسويه كامل أنا عايزة الخضار يدبل معي جدا بعد كده هضيف بقى بعد ما اديهم بس كده تقليبه مع بعضهم وهضيف بقى بعد كده اللحمة اللي احنا كنا مشوحينها في الأول وهديها كده تقليبه مع كمية الخضار وعلى نار هادي هسيبهم حوالي من ديئتين لتلات دقايق لحد ما خلاص كده يتشربوا مع بعضهم وكده خلاص اللحمة بقت جهزة معايا هاخدها بقى واركنها على جنب لحد ما بجهز الخطوة الثانية فبينجيب بقى كده علبة زبادي يكون حجمها صغير وهضيف عليهم معلقتين كبار من السمنة البلدي ولو مش متوفر سمنة بلدي ممكن تضيفوا زبدة أو ممكن كمان تضيفوا زيت وهضيف عليهم ربع كباية من الحليب نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر وشوية كده صغيرين من الملح ورشة صغيرة من السكر هقلبهم بقى كويس مع بعض وكده خليط التوريق بقى يجهز معايا هاخده بقى واركنه على جنب الخطوة الثالثة ان احنا بنجيب لفة جلاش اي نوع طبعا بس اهم حاجة الجلاش لازم يكون سليم زي منتو شايفينه كده وهنغطي عليه بفوتة علشان بس مش عايزينه ينشف معانا لحد ما بنخلص بقيت الوصفة بعد كده هنجيب بقى ورقة جلاش وهنبدأ ندهنها من خليط التوريق اللي احنا لسه عاملينه مع بعض بعد ما دهنتها هجيب ورقة جلاش تانية انا هنا باستخدم ورقتين من الجلاش والورقة الجلاش التانية برضو هبدأ ادهنها من خليط التوريق زي ما انتو شايفين تعالوا بقى ركزوا معايا في الخطوة التانية باجيب كده الطرف بتاع الجلاش من هنا وابدأ كده اعمله على شكل مسلس مش شرط ان هما يكونوا الاتنين قد بعض بس احنا عايزينه يطلع معايا بالشكل ده وهدهنه كمان من خليط التوريق وهجيب كده شوية من الجبنة المتزرلة احطهم كده وكمان شوية من الخليط بتاع اللحمة وكمان خيار مخالي المقطعات الكطعة صغيرة وبالمناسبة الخيار ده انا كنت عاملاه معاكم وده قاله ما شاء الله معايا كده اكتر من شهرين او حوالي 3 شهور بعد كده هضيف كمان شوية من الجبنة المتزرلة وهنجيب بقى الجلاش من تحت ونبدأ نطبقه كده ونحط عليه كمان شوية من خليط التوريق ونجيب بقى الجزء كده اخدوا بالكم بنجيب كده الطرف بقى اللي هو على ناحية اليمين ونبدأ نقفله على شكله مسلس ونحط برضه عليه من خليط التوريق والجزء بقى الاخير هنبدأ برضه نقفله احنا عايزين التقفيل اللي احنا بنقفل به الجلاش يكون في الاخر على شكل الكريب احنا هنا عايزين نعمل الكريب اللي هو ايه الكريب الكدب بس هو مش كده ولا حاجة جمع هو كريب وطعمه جميل جدا وحلو قوي طبعا كده بقى بعد ما بخلص الكريب بحطه في سنية واسعة اهم حاجة برضو لازم اغطيب فوتا علشان ما ينشفش معنا جبت بعد كده برضو هقرر معاكم نفس الخطوات جبت ورقتين من الجلاش وبين كل ورقة والتانية ده هنتهى من خليط التوريق بعد كده طبقتهم على شكله مسلس وحطت برضو كده عليهم شوية من خليط التوريق وشوية بقى من الجبنة المتزرلة على كمان شوية من اللحمة وهضيف كمان شوية من الخيار المخلل وشوية كمان من الجبنة المتزرلة وهنبدأ كده بقى نجيب الطرف بتاع الجلاش ونبدأ نقفله ونحط عليه شوية من الخليط التوريق وبنجيب بقى الجزء بتاع الجلاش اللي هو على اليمين نبدأ نقفله على شكله مسلس ونحط عليه كده شوية من خليط التوريق ونجيب كمان الجزء الشمال نبدأ نقفله اهم حاجة احنا عايزين نقفل الجلاش على شكل الكريب اللي احنا بنشتري من برة هنا بقى بعد ما خلصت الكمية كلها ما شاء الله كمية اللحمة طلعت معي بالزبط ست قطع من الكريب وكنت بس احب اقول لكم على حاجة ان بيجي لي رسائل كتيرة جدا هو انا ليه معدتش بنازل وصفات جديدة مع انه والله كل يوم بنازل بس للاسف المنشورات ما عادش بتظهر عند اغلب المتابعين اللي موجودين عندي فطبعا بس ازنكم بس لو نرفع الفيديو بلايك وكمنت منكم حتى لبحار في واحد عشان بس نحاول ان الفيديوهات ان شاء الله تظهر لكم الايام الجاية بعد كده جبت جريلة على النار او صينية بتاعت الكريب ده هنتهب دهنة خفيفة من الزيت وحطيت كده عليها العيش بتاع الكريب او الجلاش وعلى نار هادية هبدأ كده بس اوزح شوية من الزيتة على الجلاش من فوق وبعد كده على طول ببدأ اغلبه على الناحية التانية انا هنا عايز اغلبه حوالي 3 او 4 مرات بحيث ان احنا نضمن ان الجلاش يستوي معي كويس جدا بعد ما اخد لون كده من تحت هبدأ برضو اغلبه على الناحية التانية زي ما انا اغلبكم التقليب هيبقى باستمرار حوالي 3 او 4 مرات وفي كل مرة بننتهن كده دهنة خفيفة من الزيت علشان بس يجري الكريب في الاخر لونه جميل زي اللي احنا بنشتري من برا اظن يا جماعة بحاجة بسيطة جدا من اكل احنا ما كناش هناكله او حتى لو عندك بوايا اكل ممكن تستفدي منه وتعمله وتعملي بوصفة الكريب الجميلة اللي احنا عملناها دي بصراحة طعم الكريب جميل جدا وحس ان هو فعلا طعمه مميز وجميل وهنا بقى بعد ما الكريب اخد لون الجميل ده هنبدأ بقى نخرجه على طول ونبدأ كده نحطه في اطباق التقديم واظن بقى الكريب عايز جنبه كده شوية بطاطس على شوية كاتشب على شوية مايونيز عايز اقول لكم بقى ان هم مقاموا من النوم اتفاجئوا بالاكل ده ان انا غيرتوهم اللحمة او اكلة اللحمة الاكلة تانية جميلة جدا وبصراحة بقى قالوا لي تسلم ايدك يا موليلي واظن انتو كمان بعد المنظر الجميل ده انا عايزة الكومنتات كلها مفيش فاجر تسلم ايدك يا موليلي تعالوا كده ندوقوا مع بعض عايزة اقول لكم بقى مقرمش من برة وطري من جوا ولو انتو كمان عايزينه طري جدا بعد ما بتطلعوا من الطاصة بتغطوك كده فوطة حوالي 30 ثانية وتشولوا الفوطة هتلقوه طري جدا ولايك بعلى وعجبكم الفيديو ربنا يحسن ما بين ايديكم وبالفة هانا وشفا